بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخر ما ذكر من أوصافهم الخيرية فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وعدهم في أنه لا يضيع أجرهم فقال وما يفعلوا من خير ما يفعلوا من خير هذا عام لجميع أنواع الخير الكثير والقليل الظاهر والخفي فإن الله سبحانه وتعالى سيوفره لهم ويجازيهم عليه أضعافا مضاعفة فهذا فيه الحث على فعل الخير قال فلن يكفروه أي لن يضيع عليهم عند الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يحفظه لهم ويوفره لهم ويضاعفه لهم ثم قال والله عليم بالمتقين هذا تعميم الله جل وعلا عليم بعباده المتقين له ظاهرا وباطنا فلا يخفى عليه شيء من أعمال العباد هذا فيه سعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده خيرها وشرها وأنه سيجازي كلا بعمله فالجزاء إنما يكون على الأعمال ولا يكون على مقتضى علم الله فقط وإنما يكون بأعمال العباد ولكن هذا فيه وعد ووعيد والله عليم بالمتقين هذا فيه وعد للمتقين وأنه لن يضيع أعمالهم وفيه وعيد على غير المتقين لأن الله عليم بأحوالهم وسيجازيهم فقوله والله عليم بالمتقين ليس هذا من باب تخصيص المتقين بعلم الله بل إن الله عالم بكل شيء ولكنه خص المتقين إكراما لهم وحسن لهم على طاعة الله وأن أعمالهم لا تخفى عليه سبحانه كما أنه أيضا يؤخذ منه أن العبرة ليست بظاهر العمل وإنما العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى في القلب وأن يكون العبد محبا لله في قلبه وخائفا من الله وراجيا لله في قلبه فليست العبرة بصورة العمل الظاهرة وإنما العبرة أيضا بما يقوم في القلب من محبة الله وخشيته وخوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب فإن الله سبحانه وتعالى حليم بها فيوخذ من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمال عباده الأعمال الصالحة وما يفعلوا من خير وأن الله جل وعلا يحصي لهم أعمالهم كبيرها وصغيرها ويجازيهم عليها خير الجزاء فهذا فيه الحث على العمل الصالح وفعل الخير وقوله فلن يكفروه هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أعمال عباده بل إنه سبحانه وتعالى يوفرها لهم ويحصيها لهم قال جل وعلا وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله وفي الآية وصف الله جل وعلا بالعلم وأنه عليم بعباده سبحانه وتعالى فيعلم من هو أتقى له كما قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وفيه أن العبرة ليست بصورة العمل وإنما العبرة بما يقوم في القلب من تقوى الله سبحانه وتعالى وإرادة وجهه سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لما ذكر صفات أهل الإيمان وأهل التقوى من أهل الكتاب وغيرهم وذكر أنه سبحانه وتعالى لا يضيع أعمالهم ذكر الصنف الثاني وهم الكفار من أهل الكتاب وغيرهم فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا أي كفروا بالله سبحانه وتعالى وأصل الكفر في اللغة هو الستر والمراد به هنا ستر الحق وذلك بجهود الحق أو بارتكاب أي نوع من أنواع الردة فإن الكفر بعد الإيمان يسمى ردة فمن آمن ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر ويسمى مرتدا فقوله إن الذين كفروا يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد ثم قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تدفع عنهم كثرة أموالهم ولا يقبل منهم فدية لو أرادوا أن يشتروا أنفسهم من العذاب ولا أولادهم لا يدفعون عنهم أهما كان للإنسان من الأولاد فإنهم لن يدفعوا عنه لن يدفعوا عنه يوم القيامة عذاب الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقوله من الله شيئا أي أن هؤلاء الأموال وهؤلاء الأولاد مهما بلغت من الكثرة والقوة فإنها لا تدفع أي شيء من عذاب الله يوم القيامة ولا يغني عنهم إلا طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح وقوله وأولئك أصحاب النار هذا حكم آخر بعد قوله لن تغني عنهم وأولئك أي الذين كفروا أصحاب النار أي الملازمون لها لأن صاحب الشيء هو الملازم له فهم ملازمون للنار ولا طمع لهم في الجنة وذلك بسبب كفرهم ثم قال هم فيها خالدون أي باقون أبد الأباد لا مطمع لهم في رحمة الله عز وجل وإلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر